وسهل الخير أيها الأوفياء اطلالة جديدة نتمنى أن تكون مشوقة ولكن أيضا مفيدة الفيديو كما تشاهدون في العنوان حول زيارة تبون إلى البرتغال ورشقه بالبيض وأيضا توجيه مجموعة من العبارات أمام القصر الرئاسي في لشبونة إثماء استقباله من طرف الرئيس البرتغالي زيارة يمكن أن نقول راح يستطاد صادوه وأيضا جاءت على عجل ولم يكن هناك تنسيق مسبق ربما إلى غير ذلك ولكن كما تعلمون قبل أيام كان هناك اجتماع لللجنة المغربية البرتغالية المشتركة هناك في لشبونة أسفرت عن مجموعة من الاتفاقات في قطاعات عدة صرح أيضا الرئيس البرتغالي وحتى رئيس الوزراء عن دعمهم من لا متناهي للملف المشترك بين المملكة المغربية والبرتغال وإسبانيا في تنظيم كأس العالم 2030 وكانت هناك إرادة حقيقية ترجمت عبر هذه الاتفاقيات لكي تتحول الشراكة ما بين المملكة المغربية والبرتغال إلى شراكة استراتيجية استراتيجية أي بأبعاد مستقبلية لما يناكس على شعبي البلدين وتعلمون القرب ما بين البرتغال وإسبانيا في العقيدة الدبلوماسية في الحصول على مواقف مشتركة وبالتالي كان هناك دعم من لشبونة لمقترح الحكم الذاتي كونه المقترح الوحيد على الطاولة وأيضا لمجهودات الأمم المتحدة في حل نزاع المفتعل حول الصحراء المغربية التقارب المغربي البرتغالي أزعج كثيرا سكان قصر المرادية فتم ترتيب هذه الزيارة على عجل لعبد المجيد تبون الذي يبدو أنه يعاني من شيء ما يعني مشيته فيها شيحاجة ربما البواسير ربما أمون لديه شيء ما في صحتي هناك إلا ولكن ترتيب هذه الزيارة على عجل مع بعض الترتيبات الأخرى التي فيها ما يصطلح عليه بالشو كيف ذلك طائرات عسكرية ترافق طائرة عبد المجيد تبون في طريقها لمغادرة الأجواء الجزائرية طائرة أخرى تسبق طائرة الرئيس الجزائري إلى لشبونة تحمل علامة نها المرسيدس المرسيدس الرئاسية التي سترشق فيما بعد بالبيض من أحرار الجزائر هناك في لشبونة على العموم في استقبال تبون بما أن هذا الترتيب كان يعني مستعجل لم يكن هناك أحد نشاهد الصور في المطار أعضاء السفارة الجزائرية في البرتغال نشاهد الصور لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد هناك في لشبونة البرتغال هم من قاموا باستقبل الرئيس الجزائري الرئيس الجزائري الذي استقبل بعد ذلك من الرئيس البرتغالي فكان الرئيس البرتغالي على ذلك الكرسي المرتفع وكان الرئيس تبون على تلك الكنبة المنخفضة وكأنه يناظره من علي باستعلاء كان هناك محاولة للضحك للعناق ستشاهدون الفيديو بعد قليل من أجل أن يوضح عبد المجيد تبون أن العلاقة حميمية مع الرئيس البرتغالي ومع البرتغال بشكل عام وهو من عكس أيضا على المؤتمر الصحفي في القصر الرئاسي هناك في لشبونة من أجل أن يعكس أن هناك شيء ما نحن في ميديان تيفي حين خصصنا ملف خاص لزيارة الوفد المغربي الرسمي رفيع المستوى حاولت أن أقف مع ضيوفي الكرام على الصور وبالفعل الصور التي كانت من الاجتماعات صور جميلة جدا يعني بوريطا يضحك من قلبه مع نظيره البرتغالي وكذلك رئيس الحكومة البرتغالي المسؤولين البرتغاليين مبتسمين منشرحين قل ما تشاء كان هناك حميمية في اللقطات والصور في مثل هذه اللقاءات رفيعة المستوى توحي بكثير من الأشياء بمعنى آخر إن كانت هناك علاقة مثلا لدولة ما مع مثلا نقول في المغرب نفطر الجدل المغرب ذهب مثلا المسؤول من المغرب إلى الصين في طاري حكومة مثلا جديدة هناك في الصين مع وزير خارجية ووزير تجارة وصناعة ووزير كبير قد لا يعرفه ليست هناك معرفة مسبقة ليست هناك قواسم مشتركة بين الثقافة ليست هناك علاقات تليدة وقديمة مثلا نفرض هذا غمثال سيكون اللقاء دبلوماسي صحيح فيه اتفاقيات ولكنه بارد بعض الشيء الصور التي جاءتنا من البرتغال إبانة زيارة الوفد المغربي برئاس رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووفد كبير جدا من الوزراء كانت صور بالفعل بحلة مع أصحابك مع أصدقائك هذا المشهد تلقفته أكيد الأجهزة الأمنية الجزائرية فأرادت أن تخلق نفس المشاهد مع عبد المجيد تبون ولكن ذلك لم يحدث دعونا نرى هذا الفيديو الاستقبال من طرف الرئيس البرتغالي اشتركوا في القناة نكتفي بهذا القدر يعني في المشاهد دلاله براهين على ما قدمت من الملاحظات قبل قليل ومنها هو أن هناك علا ما في صحة الرئيس عبد المجيد تبون والله ما نشي طنز هذا والله لا نقولها بكل صراحة ما قدرش نشي السيد ومنها حين وضع يده على يد الرئيس البرتغال بهذه الطريقة والطبطبة ألأيت الطبطبة بأنه يعني ها احنا أصدقاؤ على علم أنه تبون لا يتحدث البرتغالية وبالتالي مسألة التواصل صعبة وصعبة جدا مع الرئيس البرتغالي شيء آخر هذه الطبطبة يريد أن يوحي بأن هناك علاقة حميمية بأن هناك يعني علاقات عميقة ما بين الشبونة والجزائر ونعلم نحن أن التبادل التجاري ما بين الجزائر والبرتغال يميل لكفة الجزائر يعني مليار و أربعمائة مليون يورو منها أربعين في المئة من واردات أو صادرات الجزائر من الغاس والتي تصل عبر إسبانيا إلى البرتغال فهذا هو الرابط الأساسي عدد المقاولات البرتغالية في الجزائر يعني أربعين و خمسة و أربعين مقاولة و النشاط التجاري فيما بينهما بعيف لماذا؟ لأنه ببساطة الجزائر لا تصدر شيء سوى الغاز وبالتالي ماذا ذهب يناقش عبد المجيد تبو هناك لا يوجد أسباب نزول للزيارة ولكن ماذا ذهب يناقش الله وحده يعلم خلينا نسمعوا الكلمة ديالو في البرتغال وماذا قال يعني في حضرة الرئيس البرتغالي حول العلاقات نحن نتمنى أنه مدام نشعر بالقرب من دولة برتغال صديقة مرة أخرى أكاد أن أقول شقيقة نتمنى أن العلاقات تقفز إلى ما أحسن نوعياً وأكثر كثافة في كل ميادين ميدان تقافي ميدان تعليم ميدان طاقة ميدان صناعة ميدان حتى الرياضة فوتبول ضرها في خاطره هذه 2030 تنظيم المونديال ما بين المغرب والمرتغال وإسبانيا حتى الرياضة شوفوا من خبرة بسيطة والله وليست مزايدات ملوك أو رؤساء الدول يحضرون شأنهم شأن المسؤولين يحضرون ما هي نوعية الكلمة التي ستلقى ما هي المواضيع التي ستناقش ما هي الشركات التي ستطرح هذه لقاءات على مستوى زعماء لا يمكن أن تكون هكذا يعني اعتباطاً وعبثاً نخرج ونلقي كلمة في قصر الرئاسي هناك في قصر الإمبراطور في لشبونا ما يمكنش الدليل عن الزيارة يعني أوحي له اذهب إلى البرتغال المغرب يمشى يا صديقي بوفد رفيع المستوى أنا مش معك شي حد في الوفد من رافق تبون إلى لشبونا هذا سؤال مركزي حين ذهب المغاربة ذهبت لجنة محترمة جداً وزارية نعم ولكن ذهب أيضاً رجال الأعمال لأنه كان منتدى رجال الأعمال المغاربة والبرتغاليين ووقعت مجموعة من الشراكات والصفقات وإلى غير ذلك تشمل مجالات عدة حتى الصناعة التقليدية مشمولة في هذا الإطار وذهبنا لنناقش أيضاً مع بلد الذي سننظم معه المونديار في 2030 يعني كان هناك أسباب للنزول وهي الاجتماعات للجنة المشتركة الرابعة عشر يعني هناك سنوات من الاجتماعات ليست النسخة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة حتى رئيس الجزائري مع قلت احترامي ذهب فقط لأنه قيل له اذهب دليل الارتباك الحادث السيارة لم يرتب لها الوفد المرافق لذلك تشاهدون تلك الابتسامة التي تتكرر على وجه الرئيس البرتغالي هو عارف ما كي نواله وبما أن هنا القرب والقرب لنفعل الشراكة والرجل تائه لا يعلم فيما سيتحدث فقط المغرب مشاء مره كراه كان في البرتغال أخصنا نكونه في البرتغال خوفاً من أن يتطور موقف البرتغالي وراء موقف البرتغالي تطور من قضية الصحراء المغربية ودعم مقترح الحكم الذاتي واعتبره مقترح جدي وذا واقعية ومصداقية ومتوافق بشأنه ودعم المبعوث الأمم وحصرية الأمم المتحدة هناك أمور كثيرة استجدت ويقترب من الموقف الإسباني ويتقاسمان مع بعضهما البعض نفس الرؤى أتحدث عن لشبونة ومدريد بالتالي هذه الزيارة إن أراد تبون أن يفسد شيء ما لن يتمكن من ذلك البرتغاليون لهم علاقات تريدة وتاريخية مع المملكة المغربية لأنني ماذا أقول التاريخة؟ التاريخة عباد الله راي يستحضر راي يستحضر راي ممكنش يجي عمدك زعيم ولا رئيس حكومة ولا مسؤول في دولة ما لا تاريخ له ويستقبل استقبال الفاتحي كما تم الترويج على أنه تم تسليم مفتاح طارق بن زياد في الفيسبوك والمنصات التواصل الاجتماعي في الجزائر فرد عليهم الإعلامي والناشط السياسي وليد كبير قال لا ما تضحكوش على الناس لا تكون ضحكوا على الناس لماذا؟ لأن هناك وحد الدباب الإلكتروني ليس له شغل سوى مهاجمة المملكة المغربية والرفع من شأن العصابة العسكرية التي تحكم في الجزائر فلعبوا على تلك الصورة هذا عبارة عن تقليد تسلمه قبل ذلك الرئيس واتارا وتسلمه قبل ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل ضيوف البرتغال يتسلمونه فتم تسليمه لعبد المجيد تبون وتقطت الإشارة فبدأوا يلعبون على وطر كرم وبجل وسلم مفتاح طارق بن زياد لماذا؟ أولا لأنها زيارة فاشلة منذ البداية الفشل كان يعني مسجل ومسطر لأنه لم يعد لها مسبقا ولم يكن هناك برنامج ولم يكن هناك تحضير الاتفاقيات سيتم توقيع عليها فقط الرجل لأنه يورد 40% من الغاز إلى البرتغال فقال هي ورقة ربما نحفزهم بأسعار تفضيلية بزيادة الكميات إلى غير ذلك لا يعلم بأن أوروبا في طريقها للاستغناء عن الغاز الجزائري قريبا فبالتالي إن كنت ترسم مشاريع استراتيجية مع شركاء استراتيجيين كما فعلت البرتغال مع المملكة المغربية كما فعلت إسبانيا مع المملكة المغربية كما فعلت ألمانيا مع المملكة المغربية فأنك لن تقتصر في نظرك على الغاز الغاز الذي اليوم المغرب مشروعه مع نيجيريا يتطور بشكل كبير في المقابل مشروع غاز نيجيريا الجزائر في طريقه إلى الإلغاء في طريقه إلى الفشل بكل ما تحمل كلمة معنا المغرب الذي اليوم يجدد شركاته مع ألمانيا مثلا في الهايدروجين الأخضر ومع المملكة المتحدة بريطانيا في كابل بحري هو الأطول على مستوى العالم وثمانية ملايين منزل من بريطانيا العظمى ستنار بالضوء المغربي بستة عشر مليار جنيه استرليني استثمار ضخم وضخم جدا هذا هو المغرب الذي تعقد معه الدول الشركات الاستراتيجية لا تنظر تحت قدميها فتقول نعم لديهم الغاز سيعطونا أسعار تفضيلية حتى إيطاليا التي لعبتم بكذب وزور وبهتان وقلتم بأن إيطاليان سيفتتحون قنصلية في تندوف يعني على أراضيكم أين يوجد المحتجزين هناك هي عبارة عن شركة خاصة بإعطاء التأشيرات وحاول الإعلام الجزائري أن يطبل ويصقف ويصفق عفوا لحدث لم يحدث فنفس سفير إيطاليا في المملكة المغربية كل هذه الترهات والأكاديم وفند البروباقاندا الجزائري يبحثون عن انتصارات وهمية لم تتحقق لماذا؟ للأسف مشي للضحك على المغاربة المغاربة واعونة بذلك والحمد لله نحن نجتهد إعلام يجتهد من أجل أن يوضح الرؤى والصور بكل الأبعاد ولكن للأسف يضحكون على الأشقاء في الجزائر يعني يجعلونهم يحيون على وقع إشاعات وأكاذيب تجدد يوما بعد يوم لأن هناك جيش ماشي الجيش العسكر إلا الجيش من العاملين في هذا القطع وهناك أبواق للأسف تلفت انتباه الشارع الجزائري على العموم اليوم تبرير لعزلة جزائرية دولية ولكن الصادم في الأمر أن تابون حاول أن يحقق لنفسه مكسب من خلال هذه الزيارة طبعا بأوامر العسكر ولكن أمام القصر الرئاسي هناك في لشبونا استقبل بعبارات أدعوكم للاستماع إليها عبارات تعبر عن نبض الحراك الشعبي في الجزائر تعبر عن كثر من الجزائريين الذين لا يتجرؤون على كتابة وقول هذه الكلمات مباشرة لماذا؟ عندهم الحق لأن مصيرهم سيكون حبس سمعوا تابون اللي غسلوا إذنه بكلمات من حرائر وأحرار الجزائر هناك في لشبونا يا سلام جابوه المزور جابوه العسكر ما كاش الشارعية أطلق ولادنا يا الحق يا الحق دابوه المزور جابوه العسكر أطلق ولادنا يا الحقار free opinion details free opinion details free opinion details السلطان الشرب دولة مدنية مجموعة سيبيل لا ميليتاري استادوا سيبيل لا ميليتار استادوا سيبيل لا ميليتار أهبت تاتر مع العجلي أهبت أهبت أنا ما نقولش كل شيء ولكن غالبية الجزائرية لأنهم عانوا الأمرين منذ الاستقلال مع تخمة عسكرية تتبادل remote control telecom اللي تتحكم بمصائر الشعب وبمقدراته وثرواته هذا أمر أصبح معروف بزاف قالوا لي على رأي في فذيك الفقع اللي ذاك البالون بوو اللي تنفخ وتفرقع في الجزائر بعد لعب مباراة ودية بين مرتزقة والأسف نادي مولودية الجزائر نقطة سوداء ستبقى في تاريخ هذا النادي العريق ربما انت قبلوها كان واحد رئيس تم كلب دي العسكر يتقرب لهم عليش ولكن قالوا لماذا لو جاء منتخب جمهورية القبائل ليلعب في المغرب كل شي ممكن كل شي ممكن سننتظر إلا بغينا ندخلوا بالعين والسن والسن والبادئ أظلم كل شي ممكن من العنوان شاهدتم أنه كان هناك رشق لموكب تبون بالحجارة وبالبيض بالبيض عفوا وبالفعل يعني هكذا يعني بمثل ما استقبلوا في باب القصر الرئاسي كان هناك رشق لموكبه بالبيض كانوا على مقربة منه يعني هذيك المارسيديس اللي تعنى وكلف نفسه طائرات تسبقوا وتهزها وتوصلها هي وسيارات الموكب الرئاسي رجعت مرشوقة بالبيض وهذه طريقة للاعتراض على حكام ظالمين وحدثت مع ماكرون في فرنسا وحدثت مع مجموعة من الزعماء تخليكم تشوفوا هذا الفيديو ورجعوا بشي نختموا هذه الإطلالة لبعض الكلمات التي تؤكد عزلة الجزائر على المستوى العربي والدولي إذن كما تابعتم تم رشق موكب تبون بالبيض في زيارتي لبرتغال أسمعته الجالية الجزائرية ما لا يحب أن يسمع حول مطالبتهم بدولة مدنية وانتهت هذه الزيارة كما بدأت بالعدم بالفراغ باللا شيء لماذا تبوني اليوم بعد أن ألغيت زيارته لفرنسا أو في البرتغال وفي يونيو سيذهب إلى الحضن الروسي أين يحب أن يستمتع ويحب أن يستعرض عضلاته لأن الجزائر بكل ما تحمل كلمة من معنى أصبحت في عزلة دولية ليس لأنه لا تقيم علاقات أنا مش إنسان يقدم مغالطات لا الجزائر دولة عندها سفارات عندها شركات اقتصادية وأخرى سياسية وأخرى أمنية هذا لا ننكره ولكن لأن الجزائر أصبحت تشترط على كل الشركاء عدم تقديم أي موقف متقدم من قضية الصحراء المغربية فإذا بها تجد أكثر من مئة دولة مواقفها كلها متقدمة في مجال الشراكة مع المغرب ويسير منها فتح قنصليات في مدن المغرب في الأقاليم الجنوبية وجدت نفسها في ورطة فأصبحت تقطع العلاقات مع مجموعة من الدول وتحذف منها فأصبحت في عزلة والدليل هل عمركم شاهدتم رئيس دولة كانت بلاده ترأس قمة عربية ولا يحضر في القمة الموالية لكي يسلم مقاليد السلطة الخاصة بترأس القمة العربية أكثر من ذلك لم يسلمها وحين كان يسعى لإعادة بشار الأسد عبر قمة الجزائر ففشل في ذلك وعاد بشار الأسد عبر قمة جدة في المملكة العربية السعودية سلطة الأسواد الجيغي ومجموعة من المنابر الإعلامية الناطقة باللغة الفرنسية لكي تجتم نظام المملكة العربية السعودية وتنتقد السعودية وتسمي الجامعة العربية على أنها أصبحت ملك وملكية خاصة للمملكة العربية السعودية عليش داروها بالمنابر الفرنسية حيث عرفي ربما السعوديين لا يتقنون للفرنسية وبالتالي ما غاديش يكون متابعة شعبية ولكن ستكون إشارة للنظام الملكي في السعودية ولن يكون هناك تويتات وتغريدات وإلى آخره من الشارع السعودي المتابع ولكن هناك من تابع هناك من يسجد فها أنت لا حض عربي لأن حتى مصر حريصة في تقدم علاقتها مع الجزائر ولديها خلافات تاريخية معكم وتعلم بنية النظام هم أحسن من يعلمون بنية النظام العسكري في الجزائر من تبقى دول الخليج العربي تعلم بأن جلها لديها قنصليات في الأقاليم الجنوبية ومع الطرح المغربي ومع مقترح حكم الذاتي ومع عدالة القضية المغربية لم يتبقى أحد في الأنظمة العربية الوساطة بدأتها بعض الدول لحل هذا الخلاف وتصفير الأزمة العربية أي المغرب والجزائر كان هناك رفض مطلق من النظام الجزائري فعلموا بأنكم دولة غير موثوق بها أو نظام غير موثوق به هذه عزلة عربية أوروبيا فرنسا ساعة تعطيكم صرفيقة وساعة أخرى تأخذكم بالأحضان أملا في مصالح أكيد الكل يعرفها وفي نفس الوقت مواصلة الهيمنة على القرار السيادي السياسي الاقتصادي العسكري الجزائري على المستوى الأوروبي حليف استراتيجي من أيام الاتحاد السوفيتي واليوم روسيا الاتحادية في مأزق عالمي ممساليش بالعربية العربية للجزائر على مستوى أوروبا الشرقية موقفهم من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أوكرانيا والجمهوريات المتحالفة معها تضع الجزائر تحت المجهر ولقد شاهدت موزير الخارجية كيف أكد قدسية الوحدة الترابية للدول إبان زيارته للمملكة قبل يومين وملاقاته برأي وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا وجدد دعم أوكرانيا لمقترح الحكم الذاتي على مستوى أوروبا الشرقية أيضا دول فيشغراد في فور أو في كاتخ تعلمون أن هناك شراكة اقتصادية متشددة مع المغرب وتعترف بمبادرة الحكم الذاتي من تبقى لكم؟ الولايات المتحدة معترفة بمغربية الصحراء هي وحلفائها مملكة المتحدة قلنا لكم من البريكسيت شراكة اقتصادية من قاطعة النظير واعتراف ضمني عبر قرار من المحكمة الإدارية في لندن بشرعية الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية ولا تنسوا نظامين ملكيين عريقين يعني بلا من قولوا بلا من دخلوا في تفاصيل التفاصيل يعرفون كيف يتعاملون والشرعية لا تباع ولا تشترى التاريخ لا يباع ولا يشترى يمكنش تدير لنفسك تاريخ فاليوم للأسف النظام الجزائري المارق يضع الشقيق الجزائر في عزلة دولية فرقصة تبديك المدبوح سترونها مرارا وتكرارا فقط في الختام نصيحة لتبونه رفاقه شنغريحا ومن يرسمون السياسة الخارجية الجزائرية إلى تبعتي المغرب نقولها لك بالدرجة إلى تبعتي المغرب والمواقف المتجددة الداعمة للمملكة المغربية وكل دولة القيت المغرب غير دير معها شراكة غادي تمشي ليها وتحاول تغريها بمغريات لها علاقة بأموال الغاز والبترو دولار صدقني تبون مغادق لستاشين هار في الجزائر 365 يوم هي أيام السنة أعتقى من دولة الدولة من دولة الدولة عفاكم على إجدرتها دي مع المغرب لا أجيو إحنا بغينا ندير مان لن تجلس في الجزائر ولن تسير الجزائر ولن تصنع أي شيء للجزائر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر